القلب في أصله متقلب كالريشة المعلقة بشجرة تقلبها الريح يمنة ويسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن والله تعالى يمتحن عباده ليظهر الصادق من الكاذب فتعرض الفتن على القلوب فهذا قلب ثابت وذلك قلب ثائغ هالك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يثبت قلبه على الدين فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء والله تعالى هو الذي يثبت القلوب ويربط عليها برباط الإيمان فقد ربط على قلوب أصحاب الكهف فصدعوا بالحق وفروا بدينهم وصبروا على فراق الأهل والنعيم قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ولولا أن ثبت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما ثبت؟ قال تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ويثبت القلب أمام الفتن بعد تثبيت الله له بعدة أسباب أهمها الإيمان الراسخ فإذا رسخ الإيمان في القلب وخالطت بشاشته القلوب ثبت القلب أمام أعاصير الفتن قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان لا فعلق هرقل على جوابه قائلا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وثانيها الحياة مع القرآن قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ففي القرآن نتعلم كيف ثبت نوح عليه السلام أمام قلة الأتباع وكيف ثبت إبراهيم عليه السلام على التوحيد ولم يخشى النار وكيف ثبت يوسف عليه السلام أمام امرأة العزيز واختار السجن على الفاحشة وكيف ثبت السحرة رحمهم الله أمام فرعون وكيف آثر الله تعالى على المال والجاه فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك